صلة الأرحام أو صلة الأرحام صلة الرحم هذه ميزة يتميز بها المسلمون غالبا وشعب مصر على مختلف أديانهم يتميزون بأنهم يتكونون من أسر وعائلات يتكونون من أنساب معروفة فحفظ الأنساب يحافظ على صلة الرحم لأنك تعرف من هو قريبك من هو رحمك الله عز وجل أمرنا بصلة الرحم وأمرنا بأن يكون إذا ما كان معنا شيء ونريد أن نبذله نعطيه نعطيه للأقربين يقول الله تبارك وتعالى في الآية التي نستدل بها اليوم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وبن السبيل وما أنفقتم من شيء فإن الله به عليم في هذه الآية الكريمة أو الآية الكريمة الله يبين أن أقرب الناس إليك لتعطيه لتصله ترتيب فيقول لك الوالدين الأقربين وبعد ذلك اليتام المساكين ابن السبيل ترتيب الرباني وإن كان العلماء يقولون إن الواو للوالدين والأقربين لا تقتدي ترتيبا ولكن في القرآن كل حرف في مكانه كل حرف له معنى كل حرف موضوع أزعم أن له ترتيبا فهنيئا لمن رتب كما جاءت الآية فيبدأ بولدي وأقربائه وليتام ثم بعد ذلك يعطي المساكين وابن السبيل ما هي صلة الرحم نحن لا نتكلم عن الأبي والأم وحدهما فها شأنهما عظيم ولكن نتكلم عن الأسرة الأسرة كلها عن العائلة الممتدة حتى إن البعض عندما فصر من هو ذو الأرحام أو صاحب الرحم قالوا هو ذو الرحم المحرم يعني الذي لا يجوز للرجل أن يتزوجها ولا يجوز للمرأة أن تتزوجه من أقربائها وبعض العلماء وسع وقال لا لتشمل الأصهار والأقارب الإسلام يتميز بالأسرة الشاملة الأسرة الكبيرة لأنها هي نواة المجتمع وهذا ما يصلت غيرنا الضوء علينا فيه فيريدون أن يفتتوا هذه النواة هذه الأسرة هذه الوشيجة صلة الرحم التي قلت في مقدمة الحلقة بتضمن لك حكتين أنت عايش في الدنيا لعشان اللي جاي يقضيك ويقضي حاجاتك يعني اللي يدخل لك من أموال أو غيرها يكفيك تجيب الغذاء تجيب الكساء تجيب الدواء تعلم أولادك ممكن تتنزه ما فيش مشكلة يبقى هنا يغطيك دي أول شيء تاني حاجة إن الإنسان ملتزم أو يعني هو مرتبط وملتصق بالدنيا بعض الشيء فعاوز إن عمره يطول شوية ما فيش مشكلة يطول بس عشان خاطر احتياجاتك تلبى وعمرك يطول حاجة واحدة تضمن لتنين دولار هي صلة الرحم زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسى له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه يوصل رحم ربنا يعملوا الاتنين دولار لذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالنا القرآن ينزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا أول واحد يطبق على طول مباشرة في العصر اللي احنا فيه الأمور اختلفت ممكن تكون الديار والبيوت تبعدت ده في محافظة وده في محافظة أو ممكن خارج مصر مثلا وهكذا ولكن كل ما البيوت بتتبعد ربنا عاوز يقرب لك برضو صلة الرحم يروح إيه البشر ينتج وسائل للاتصال وللتواصل والمواصلات بعد ما كان من محافظة لمحافظة تقعد يوم بحاله أو يوم وليلة بقى ممكن تقعد ساعة أو ساعة ونص فبيسهل علينا لتظل أنت وصولا لرحمك يبقى هنا صلة الرحم مش عاوزين نحددها بس بأن انت تدي قريبك أمك أو أباك أو أختك أو أخاك أو أقرباءك تديهم فلوس العملية مش بالفلوس العملية ممكن بالسلام ممكن بالزيارة ممكن بالكلمة الطيبة وممكن بالأموال وممكن بالمساعدة شيء كتير والمصريين مبدعين في الموضوع ده حتى إنهم بيقولوا مثل شعبي هو صحيح والدين يشهد له وإذا اللي بنتكلم فيه إن المصريين كيف يحولون الأمور الدينية إلى عادات فيما بينهم فيقول لك إيه الناس الطيبين العوام يقول لك زرون بالأأدام ولا تزرون بالإحسان يعني أنا عاوزك تيجي بس وتشوفني مش عاوز منك فلوس ولا عاوز منك هدية ولا كيس فكة ونت داخل أو علبة شوكولات لا أنا عاوزك تيجي لي عاوز النفس يلتقي بالنفس عاوز الوحشة اللي في قلبي تزول بملاقاتي لك هو ده صلة الرحم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا أهمية صلة الرحم طيب واحد بيسأله من الصحابة في حديث صحيح بيقول له يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله قال الإيمان بالله جميل جميل قال ثم ماذا يا رسول الله شو بقى بعد الإيمان بالله إحنا واخدين أنه في صلاة وصيام وزكرة قال له صلة الرحم تاني حاجة مباشرة بعدها لذلك برضو في الحديث كمله ألوى ما أبغض الأعمال إلى الله قال الشرك بالله قال ثم ماذا قال قطع الرحم إبقى إيه كإن قطع الرحم دي إبقى شيء لا يتسم ولا يتصف به المؤمنون ما تلقيش واحد مؤمن حقيقي ويقطع رحمه ما تلقيش واحد يحب الله ورسوله إلا ويصر رحمه لأن اللي وصاق هو الله ورسوله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لشان نشوفه هو الكامل المكمل صلوات الله وسلامه عليه بعد مم ماتت هو سنه ست سنوات لما كبر وبقى نبي بعد أربعين سنة شوف بيعمل إيه عاوز يزور قبر أمه فقال فين قبر أمه فعرف أنه بالأبواء قريبا من المدينة فرح زر قبر أمه ليه عشان يعلمنا صلة الرحم إن الله عز وجل عندما خلقك جعل الدم الذي يسري فيك قد يكون من أمك وأبيك ولكن هناك علامة ظاهرة لكل الناس تذكرك دائما بأمك وهي أنك تضع يدك على بطنك واللي هي مكان المشيمة أو السر زي ما بقوله المشيمة دي هي اللي كتب تربط بينك وبين أمك إلى أن تلقى الله بك علامة تذكرك بأمك وهي مكان المشيمة وده فضل كبير للأم الله يحفظ الأمهات جميعا ويرحم كل أم قد ماتت وانتقلت ويشفي كل أم مريضة إذن صلة الرحم هنا حذا عظيمة ربنا عز وجل لما تكلم عن الرحم ولما فرغ من الخلق جاءت الرحم كأنها تمثلت في شكل كده وتشخصت ومسكت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك يا الله قال نعم يعني أنا مستجيرة بيك الرحم كأن الرحم تمثلت وقالت يعني الشيء المعنوي يتمثل تشخص وقال دينا ننقطع في الدنيا فنعائز بك يا الله قال نعم فألعوز إيه قال تضمن لي يا رب حاجة قال أما إنك ترضينا انت ما ترضيش أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت رديت يا رب إذن صلة الرحم تصلك بالله ويصلك الله بها وقطع الرحم والعياذ بالله وعن البعيد تقطعه عن الله وعن كل خير